بالنجاح وبالتوفيق ورب يعطيكم وتتمنى ونسل كل الانتليقة بالأخبار تتسويت بسوت سندريلا البوكس نيوز كان الخبر الأهم في تونس والعالم العربي بعد طول انتظار خروج الملثم الناتق راسبي بس كتائب القسيم أبو عبيدة للحديث مرة أخرى للجمهير العربية التفاصيل ذور أبو عبيدة الناتق بسم كتائب القسيم في تسجيل صوتي للمرة الأولى منذ أسبوعين وتوعد الكين الصهيوني بمزيد من الضربات أحكي أبو عبيدة على 180 آلية عسكرية صهيونية تم تدميرها أو جزئيا خلال العشرة يام خلينا نسمع أكثر تفاصيل مع أبو عبيدة تمكن مجاهدون بفضل الله من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال هذه الأيام العشرة كما تمكن مجاهدون بعون الله وتوفيقه من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية ضد هذه القوات الغازية النازية خارج الآليات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة المتحصنة في البنايات بالقذائف المضادة للتحصينات والأفراد ونصب الكماء للقوات الراجلة ومهاجمتها بالعبوات المضادة للأفراد والإغارة عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة وتنفيذ عشرات عمليات القنص وتفجير حقول الألغام وفوهات الأنفاق المفخخة في القوات الصهيونية وإيقاعها في مصائد معدة مسبقا في مناطق القتال وأسفرت هذه العمليات والكماء عن عدد كبير من القتلى والإصابات في صفوف العدو بشكل محقق وعاد في معظم هذه العمليات مجاهدون إلى قواعدهم سالمين تحفهم رعاية الرحمن كما أكد أبو عبيدن لكلم اللي قاد يكرر فيها قادة الكيان الصهيوني حول القضاء على المقاومة هو كلام للاستهلاك المحلي إن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة هو كلام للاستهلاك المحلي ولإرضاء رغبات الجمهور اليميني المتطرف المتعطش للدماء وإن العدو بإعلانه عن هذا الهدف وقع في شر أعماله وأكبر ورطاته فإذا كان العدو يستطيع القضاء على حماس وكتائب القسام والمقاومة في غزة فهل استطاع القضاء عليها في الضفة والقدس من قبل بل إنه يحصد فعلا مقاوما وتأييدا جارفا للمقاومة والقسام في قلب عاصمتنا المقدسة وضفتنا الأبية بعد أن مارس كل جرائمه وعدوانه ووظف كل إمكاناته في البطش بأهلنا هنا منذ أكثر من عشرين عاما فيما لا زال يتلقى من الضربات الموجعة ومن مقاومتنا والتي كان آخرها قبل أيام في قلب القدس وفي غيرها في أنحاء الضفة والقادم أعظم بعون الله وقوته كما أكد نتقل رسمي باسم كتائب القسام أن الكيان الصهيوني لن يستطيع استعادة أسرع أحياء دون تبادل أو نزول عند شروط المقاومة وفي هذا الصدد فإننا نقول لجمهور العدو وليقيادته ولكل من يهمه الأمر في العالم لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة من الفاسد المأزوم نتنياهو أو العجوز الخرف قلنت ولا من وراءهم من داعمين ومتباكين من صهاينة البيت الأبيض يستطيعون أن يأخذوا أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام وقد أثبتت عمليتهم الفاشلة قبل يومين في تحرير أحد الأسرع ذلك وقد أثبتت هذه المعركة وغيرها من المعارك في تاريخ مقاومتنا هذه الحقيقة رفعت الأقلام وجفت الصحف واختم كلمه بالقول أن لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا نفكر أنه هذه الكلمة الأولى لأبو عبيدة منذ كلمته المسجلة نهار 48 لمعركة توفين الأقصى أي 23 نوفمبر 2023 عاد المنثم للحديث مرة أخرى للجماهير العربية تقريباً أكثر خبار تفعله مع العرب وتواصل بارح على المواقع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا في فترة الغيابة وكنا نحكيه حتى في الكواليس ما قلناش بارشة في المترو خفنا لأبو عبيدة نجم يكون ميت ربي يحفظه إن شاء الله هو وكل رجالات المقامة محمود كان من أكثر الناس اللي خافوا لا تبقى لو أكثر عبيدة يعطينا الأمل قال لنجم يكون ميت وأنا أستبعد أنه يقعد هذا كل ما أي أنت قلت ما يتكلمش يخي اليوم جاي قال قال مركبي له صوت معناها أبو عبيدة وما هوش هو حسب آخر الدراسات اللي عملهم محمود دي ما يبعث الأمل ودي ما عنده سكوبيت حتى أبو عبيدة قل المقاومة يقول لك كبيره خرجوا ورقدوا وشتع الشيء وديما ما ها شوما البلاويت اللي يفرقوا فيهم في الأفريق يا ولدي يبدأ يحكي لك على المقاومة تقول جيرين وتربى معاهم جنيرال في الأفريق عايش عارب دا بيك يا حاتو بعد ذيك محمود العودة للكلام الأخرى عودة فيديوهات أبو عبيدة اللي انتظرتها الجماهير العربية حديثة على خسائر كبيرة ومعناها منطق خلال شيء قاعدين شوفوا كان في الكتاب القسام توري في الفيديوهات متاع الجنود الموتى الآليات المدورة مدمرة عمليات من المسافة السفر عكس الجنود السهينة مشوفوا في حد شيء القسم من فوق والتبيعة والأبرية داك شوفوا فيه كل يوم عسكريا ولا صورة تأتي هكي حتى لمحة متاع نصر عسكري حتى صور اللي هبط فيهم الاحتلال دي ما مشبوهة كل مرة اخر حاجة هبطوا تصور قالوا هذو ما استسلموا جميعا من القسام طلعت فيك قالوا سبيتار قاو في نفق طلعت فيك معناها المصدقية الحرب المصدقية معناها في صالح منزلت في صالح القسام وكان لاحظتش البيرة حتى أبو عبيدة حتى التراند اللي صار حتى المضمون المضمون استنسوبي اما الشكل معناها كلماته طريقة الأداء متاعه معناها الرصانة في الصوت متاعه إلى أخيره هذك يمكن يعطي أمل للعباد يقول لكم 180-250 سيرة سيرة عائلة الحرب مزلت متواصلة حتى الحرب دايما والحرب طوى معناها قاعدة تاخدوا في منحة آخر خاطر يمكن نحن انطبعوا كان اللي صار في الميدان أما اللي خارج الميدان الهزيمة خارج الميدان معناها وليه في الكونغرس وزير الدفاع الأمريكي يلحلح بالكونغرس على على مساعدات الأمريكين دو بلوز ان بلوز دو فيديو قاعدين يخرجوا في في أمريكا مثلا النظام الصحي بتاعهم اللي هو منهار فما واحد سيناتور معروف برشا قالوا مريدوا النظام الصحي القنابل اللي هابتت اللي اعطيناهم نحن للكيينة ذيك ذيكم راهم ينجموا يفضلون مشكلة معناها الحرب الحرب الإعلامية حتى والحرب معناها خطر الكيين المحتل راهم بلد صغير معناها كان مش ويقفين معاه الامريكان كان مش ويقفين معاه الانجليز الانجليز بالمخابرات كان مش ويقفين معاه بعض الدول العربية مع الأسف اللي هما معناها عاطينوا شبه شيك على بياض بش يعمل بيال يحب نرجو نحكي بعد الفاصل على أبو عبيدة كما قلت الكونجرس الأمريكي كان نرفض مد إسرائيل بالمساعدات ولكن تمفع تفعيل قانون التوارع لتمرير هاته المساعدات يبدو أنه في العالم وبرجماتيا ويقعين لم يبقى إلا أمريكا وإدارة بيضن هي التي عملت ذاته هي التي تدفع الكيين نحو المواصلة موصلة الحرب على شعب فلسطيني أعزل وحرب خاسرة أمام رجالات المقاومة عاد الملثم للحديث نعود للحديث بعد الفاصل في ندخيك حديثنا قبل الفاصل كان على الناتق الرسمي أبو عبيدة والظهور الإعلامي الأخير بعد غياب الطال وخلنا وراه برشا تأويلات محمود الباروتي الأهم رسالة وخاصة بعد الغياب المطور رجعنا وتحدثنا على مسألة الأسرة وأسرة العدو الصهيوني اللي ما همش مش يخرجوا إلا بالتفاوض لأنه اليوم حاول يذكرهم أبو عيد بطبيعة الحال إلا بشروط المقاومة لأنه اليوم العدو كان يخمم إنه بإمكانه إنه يحرر الأسرة هذوما بدون أي شروط بمنطق القوة بمنطق إنه اليوم بعد الهدنة كانت عنده حاول يتستغل المعطيات للأسرة السابقين اللي حررهم إنه ينجم يخلط الأسرة وبالبالكيشف إنه بعد أسبوعين من الهدنة العدو الصهيوني لم يقدر على تحرير ولا أسير واحد وبالتالي التوضيح هذا ميزو بوان اللي عملها أبو عبيدة تخلينا نرجعوا ونتحطوا ونحطوا الضغط على الكيان إنه الأسرة هذو مارا ومزالوا موجودين عنه وبدون تفاوض لن يقدر عدوه على تحريره الصور والكلمة اللي قال وأبو عبيدة على مئة وستين والمئة وثمانية آلية والصور اللي تم تمريره في الثينة وسبعين سياعة الأخيرة بالجمعة والسبعة والأحد تأكد أنه عسكريا على الميدان المقاومة قادة تخول ملاحة بطولية صحيح صعيب ذهنيا أنك تنسك تساور القصف والموت والصغيرات والنساء والكبار صعيب يسر ولكن كانت تحطهم على أجنب تحطهم أبار وتفرش عسكريا المقاومة قادة تخول ملاحة بطولية كبيرة وهذا هو الثمن رفيق لأنه ما فماش تحرير للأرض إلا من خلال دفع الثمن ومع الأسفة الثمن غالي اليوم بالنسبة للشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني لأنه اليوم كل العالم بدون أي استثناء اليوم يتفرج في المجازة اللي يقوم بها الاحتلال ولكن هذا كلك قاعدين رأوا الشعب الفلسطيني نفسه يقول لك هذا بشيحقنا انتصارات أكثر من عشرات سنوات مفاوضات متعقوس له وكلام أبو عبيدة قاعد يحفز في الشعب الفلسطيني لأنه اليوم المقاومة تحقق فيه إنجازات على الأرض الواقعة هذا ما أكدت السور هذا ما أكدت الفيديوهات حتى في علاقة بالأسر شوفنا صفحات القسام ومجاهدي القسام على تيليجرام الفيديو اللي توثق نتيجة عملية ومحاولة للجيوش الاحتلال أنها تنقذ أسير من الأسر من الجنود الصهينة وراءوا في المحاولة ذيك النتائج انتاحها وراءوا العتاد اللي تم الاستيلاء عليهم تعالى الفرقة ذيك اللي حاولت وتم قتل الأسير وقال لما راءوا كما قلت أنت لن يتم تسريع أي أسير إلا بشروط المقاومة وشروط القسام لا ورفيق وكأن الكيان صهيوني زادة كذلك يحب يبلوكي حكاية تبادل الأسرة وقت اللي شرط عليهم حكاية العاشر أنسية قال لك هذوم لا منكملهم تفاوضوا طوى إلا ما تسايبوني العاشر أنسية هذوم قالت لهم مقاومة لي الذراع ملا لا عيانا ما تسايبهم شي معناها ظاهر طوى الكيان عتوك اللي ولا يتسبب ريق بتاع أولاد صغار تعروضها فمد ولا يتسبب ما تعمل لذي إلا ما تعمل لي كذا والمقاومة قالت لا نرفض تحكي برشكل معنا لكيان تحكي برشكل على نتانياو في 48 ساعة الأخيرة نرجع في ساعة ثانية نحكي على يهود الميرت رئيس الوزراء السابق قال لنعط نتانياو بن خفير قال هذوم مجرمين هذوم قتل هذوم مساسي دمام أنا يحكي وهو رئيس أن يرحل في قدم الساعة